اشتركوا في القناة وارتفاع عدد الخلفات وارتفاع الميزان بالنسبة للصغار اي في سن التسمين كما كتشوفوا معايا هذه القرعان ندير فيها واحد المادة اللي هي فيتسبقتلي المهم ان في هذا الموضوع كنا طريقة جد فعالة وهي الحلبة الحلبة ففي المواضيع السابقة كنت تحددت على الحلبة يعني وفوائد ديالها في التسمين يعني بالنسبة لجميع الاعمار اما الكبار اما الصغار اما الحوامل اما العشار اي سن والطريقة اللي كنت قدمتها وهي حبوب الحلبة مع الماء يعني كتشدو حبوب الحلبة حبوب الحلبة معروفة لا خيصة في التسمين ممكن ان يشروعوا جدراهم لا كتضربكم شحال كتباع بالكاس ممكن انكم تديروها مع الماء ولكن هالطريقة هادي لقيت فيها بعض السيلبيات وهي ان الماء كيتلقوا واحدة رائحة يعني كاريها كم عارفين رائحة الحلبة يا خدامة فعالة ولكن هاديك الرائحة الكاريها كتجعل يعني كيتبدل بعد اللون ديال الماء وخاصكم كل النهار تبقوا تبدلو لمدة اربع ايام يعني كينوا واحد العناء اما هالطريقة اللي جميل لكم جديدة ان شاء الله هي الطريقة ديال اليوم وهي جدا سهلة وما كتخليش الرائحة في المكان يعني باش ممكن ان الأراني بينفرو من هذيك الرائحة هالطريقة وهي اننا نشدو هذيك الحلبة ونتحنوها ونتحنوها ونسحقوها في مولينيكس عادي يعني نتحنوها كيفاش كتولي كتولي بهذا الشكل هذا اخوان نحلل القراء مني كتولي غبار هانتما كما كتشوفو غبرة هانتما كما كتشوفو هيا غبرة هكا اذا هذي هذي الحلبة هذي مني كتولي غبرة اسمو كنديرولها ماشي كنديروها مع الماء لا نشدوها ونخلطوها مع كيلو ديال الخبز الجاف مطحون حتى هو يعني مثلا هاد الخبز هاو كما كتشوفو هاد الخبز خبز جاف مطحون ثم مطحون نتحنوه باي طريقة ممكن انه يكون عندكم روبو او مهراز او اي حاجة يعني عندي حلقات او سابقة وريتكم كيفاش كيفاش يعني تطحنو هادك هدك الخبز المهم مني تشدو الخبز ديرو كيلو كيلو ديال الخبز خلطو معه ملعقة كبيرة ديال او يعني ديال الحلبة مطحونة بهذا الشكل يعني معلقة من هاد من هاد الحلبة المطحونة ملعقة من الحلبة المطحونة او ممكن انكم تخلطوها مع كيلو ديال الخبز ساو مطحون يعني مني كتخلطوهم غديتلاحظوا انه الارنب ما كيعقش بهذاك الماضاق ديال الحلبة وما كي بهذاك الحلبة ما كتنفخش بحال يدرناها في الماء يعني مني كندروها في الماء كتنفخ وكتعطي واحد يعني واحد الرائحة كريهة اما بالنسبة لهالطريقة هادي كونوا متقنين انه الارنب ما كيعقش بها ما كتخليش الرائحة في الماء كام ما كينفرش منها سموكي اوقع انه العملية ديالتسمين كطرة بواحد شكل كتر من نيمة ديروها في الماء اولا الحلبة فاتحها للشهية كتفتح للشهية ثانيا كيتسمن يعني كيبانكم بالوزن ديالو كيتزاد بواحد طريقة يعني سبحان الله هنا الحلبة يعني شي حاجة يعني هي كتعتبر حتى موضاد حيوي ممكن انكم تحنوها معا 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 تعطيوها لوم عاوثاني معا معا التومة عاوثاني كذلك رها واحد الموضاد الحيوي جد جد فعال يعني تتو مرة كي الناس اللي كيكرموها وكيطحنوها وكي يعطيوها الالانب ديالهم معا معا الحلبة مطحونة ونمتقنين ان الحلبة مطحونة معا الخمز جاف كيطيو واحد النتائج انا را بتجريبها دي واحد تجائي النتائج يعني جد جد مفرحة ان شاء الله القادية ديال الحبوب مع الماء مزيانة حتى هي غييفة شوي ديال العناء وكتخلي واحد الرائحة لانش حلم ليكمونتير جاوني قال لك باللي راك عنا واحد لهذه الحلبة كتنفق بسط الماء وفعلا هي كتنفق بسط الماء وكتطلق واحد الرائحة يعني كاريها وفعلا هدا انا كان نقول الناس عندكم الصح اذا اسموهي الطريقة اللي غادي نحيلو من هاد الرائحة هادي وهي الطريقة اللي هدرنا عليها انكم الحلبة تحنوها تتولي غوبها بحال هكا انا را لي ما تحنتهاش عاد بزافرة ممكن ان تحنوها تتولي يعني غبرة مني كتديرو غيم علقه وحده مع كيلو ديال الخبز كيلو ديال الخبز الزراه بزافرة كيحتوي واحد الكيمية كتديرو مع غيم علقه وحده كافية وما تديروش اكثر يعني بالنسبة للتسمين انا جربت يعني ملعقة وحده راها كافية انها تخدم معاكم مزيان اذا انا ديال حلقة دياله ديال النهار حلقة مهمة الناس اللي بغي يعني يعطيوا تسمين يعني يسمنوا الالانب ديالهم سواء صغار صغار او كبار كنشكركم على التعاليق طيب ديالكم الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا حلقة حلقة ان شاء الله مفيدة تكيو على زر جيم باش تساندونا باش خينا تزيل القدام بتنسوناش بزير الجيم وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة ونشكوها اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة